مؤشرة البطالة تدنت مقارة بين هذا العام والعام الماضي 2018؟ تقرير هيئة الإحصاء يوضح لنطال عمرك أنها انخفضت من 12.9 إلى 12.3 وهذا جيد لكن ليس طموح لا قيادة ولا الأجهزة التنفيذية بماذا ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية في هذه المسألة؟ نحن لا نريد أن نختزل صندوق تنمية الموارد البشرية في عملية التوظيف فقط هو ممكن يمكن ويؤهل ولا نستطيع أن نضغط على الاقتصاد بالتوظيف لأنه في النهاية توليد الوظائف هي من الاقتصاد فالبطالة ليست مسؤولية جهة بعينها هي مسؤولية مجموعة جهات وليست مسؤولية حتى الدولة نفسها قد يكون مسؤولية الاقتصاد العالمي والأثر الكسادة إذا حدث في الاقتصاد العالمي سيؤثر داخليا ويؤثر على كل العناصر فهي نشارك نعم نحن شاركنا ونساهم بشكل إيجابي في عملية دخول المواطنين تأهيلهم تأهيل جيد لكي يتمكنون من الدخول إلى القطاع الخاص وساهمنا في هذا بمساهمات جيدة الحمد لله اشتركوا في القناة